بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المفاوضات بين الجيش السوداني وبين الدعم السريع المفاوضات ديات اللي هي شغالة في جدة بيقولوا ان هي اوشكت على التوصل الى اتفاق نهائي يحقق هدنة حقيقية ويوقف المعارك ولكن لسه محدش قال ايه هو الاتفاق ده انتو عارفين الاجتماعات في جدة هذه برعاية سعودية امريكية في نفس الوقت وانا هقولك الوقتي كمان في خبر جاي برضو في الجزيرة والخبر ده في الجزيرة الخبر ده ان البرهان نزل في الخرطوم ومشي في الشوارع عادي طبعا الطيران والدفاع الجوي مأمن كل حاجة وكده فده بيوحيلك انه مسألة مسألة الهدنة اقتربت جدا لكن بقى الشروط والامور ديت هي اللي لسه ما نعرفش عنها حاجة في انباء كمان عن مقتل حمدتي او اصابة حمدتي لكن حمدتي طلع تسجيل صوتي ونفى هذا الكلام وقال انه دي مجرد اشعاعات واننا بين الجنود هنا وهناك وما اصبنيش اي مقروح لكن حمدتي كان المفروض يطلع تسجيل مرئي مش صوتي دي اول حاجة وكان المفروض كمان يطلع التسجيل مرئي ويتكلم عن احداث حديثة يعني يتكلم مثلا عن اي شيء يتكلم عن مثلا موضوع الجامعة العربية مثلا وقتي وبشار الاسل او كده يقول اي حاجة حتى لو قال كلام محايد لكن الهدف من كلامه ايه الهدف من كلامه انه هو يبين ان التسجيل ده حديث وجديد وانه هو تسجيل صحيح وكده انا ما اقدرش اكد لك خبر مقتل او اصابة حمدتي ولا اقدر انفيه لكن الشكوك بتيجي وبتبقى الشكوك كبيرة لانه خد بالك ممكن يكون ده خطأ فني من الناس اللي حواليه انه هم مش عارفين اصول انه هم يقدموا فيديو ذات مصدقية وممكن يكون متعور فعلا على فكرة اخواني في السودان عايز اقول لكم شيء مهم جدا بعض الاخوة بينتقدوني عشان بدافع عن عمر البشير وانا دفعت عنه والله بحق ضميري راضي جدا ممكن اكون غلطان لكن اكون واهم يعني ما اكونش عن دينية سيئة يعني انا دفعت عنه بالامور اللي توفرت قدامي ولكن النقطة بقى اللي هي فعلا خليتني استغرب ايه هي انه هم بينتقدوا عمر البشير لانه هو اللي جاب حمدتي طيب هو عمر البشير جاب حمدتي عشان خاطر يدمر في السودان ويعمل حربه مع الجيش طبعا ما جابوش لهذا السبب شوف الظروف اللي كانت محيطة بعمر البشير وخليت وجاب حمدتي بتاع الجمال والبقر والجموس ويخليه جنرال كبير الظروف دي والشباب ان حمدتي مع القبائل وحلفائه هم اللي اوقفوا عدوان القبائل الافريقية على المنطقة ولولا كده كانت ممكن كل منطقة درفور دي تبقى افريقية الوقت كمان وطبعا هم عايزينها كده الغرب عايزها كده عشان منطقة فيها ذهب وعشان منطقة فيها ثروات وكده فخلاصة المسألة الظروف البشير جاب فيها حمدتي مختلفة عن الظروف بتاع النهاردة وانا اقول لك لازلت اقول لك ان حمدتي خاض الحرب هذه تحت ضغوط حلفائه وما كانش يقدر يسيب حلفائه لانه هو قوة حمدتي في القبيلة وفي امكانية التفاهم مع القبائل التانية لو هو انفصل عنهم عن القبيلة وانفصل عن القبائل التانية يبقى فرض ملوش اي قيمة وطبعا انا مش بدفع عنه على فكرة انا بقول لك الظروف بشكل عام يعني انا اعتقد ان الجيش نفسه مش عايز يضحي بحمدتي عشان يبقى هناك يعني همزة وصل بين الجيش وبين القبائل بدل ما تقوم حروب قائلية عموما ممكن نختلف ومسألة طبيعية ان احنا نختلف لكن لما نختلف لازم نراعي كل واحد فينا يراعي اختلاف الآخر ومش معنى ان احنا اختلفنا اذا واحد مخلص وواحد خبيث او كده لأ ممكن واحد مخلص ومش فاهم وممكن واحد مخلص وفاهم اكتر وفي احتمالات كثيرة جدا وبعدين انا عايز اقولك في موضوع الخلاف بالذات بقى لازم تحط في دماغك مسألة شديدة الاهمية ايه هي في موضوع الخلاف ده مش هتلاقي حد يتفق معك مية بالمية ولا تسعين ولا تمانين ولا سبعين لنت اللي اتحد اتفق معك ستين في المية تقول الحمد والشكر الله رب العالمين وتبدأ تحاول تحل الخلافات وباقي الخلافات قدر المستطاع وما تهجرش حد سبب الخلاف الا لو كان الخلاف في شيء اساسي وشيء كبير يعني في شيء من المعلوم من الدين بالضرورة يعني واحد بقولك الكفار هيخش الجنة او بقولك الكفار مش هيخش النار او كده زي جماعة المخرفين دول ده ما تقبلش منه ده خلاف في المعلوم من الدين بالضرورة ده خلاف في الاصول ده خلاف عايز يدمر الهوية الثقافية بتاعتك وعايز يدمر دينك وكلا ده ما تقبلش منه خلاف ده تشرح له فهم فهم ما فهمش يتهجره وتعرف انه هو يعني باختصار بيرتزق يعني هي مسألة ارتزاق بالنسبة له مش مسألة اراء عموما ان شاء الله ربي ان شاء الله يحل مشكلة السودان دي يا رب اللهم امين وبس الناس تتنفس شوية ويبدأ السودان يستقر ان شاء الله والسلام عليكم